شعب مصر الكريم أسست ثورة يوليو الجمهورية الأولى منذ سبعين عاما ومضت في طريقها تبني مصر جديدة في زمنها ويعلو شأنها شرقا وغربا لتطبح مصدر إلهام للتحر الوطني في جميع أنحاء العالم كما قطعت شوطا مهما لتمكين قطاعات كبيرة من أبناء شعبنا من الفلاحين والعمال وعطيهم مكانا يليق بهم طال انتظارهم واشتياقهم له حققت الثورة إنجازات عظيمة في كثير من الأحيان وتعصرت مسيرتها في أوقات أخرى وبعد سبعين عاما على تأسيس الجمهورية ومع تغيير طبيعة الزمن وتحدياته واكتياز الوطن لأحداث تاريخية كبرى خلال السنوات من 2011 إلى 2014 وفترة عصيبة من الفوضى وعدم الاستقرار هددت وجود الدولة ذاته ومقدرات شعب مصر كان لزاما أن نفكر بجدية في المستقبل وفي الجمهورية الجديدة التي تمثل التطور التاريخي لمسيراتنا الوطنية كأمة عظيمة آن لها أن تستعيد مكانتها المستحقة بين الأمم شعب مصر الأبي إن أسس وقيم الجمهورية الجديدة تبني على سابقتها ولا تهدمها تضيف إليها ولا تنتقس منها تقوم على أولوية الحفاظ على الوطن وحمايته واستواقع دولي وإقليمي يتزايد تعقيده والطرابه على نحو غير مسبوق ويحدث الجمهورية الداخلية بالنظر إلى تغيير طبيعة التهديدات التي أصبح جزء كبير منها يستهدف الداخل حسرا